يعني راح أتي بشكل عام وممكن ندخله بتفاصيل أنا عمري راح يصير خمسين سنة هل أدائي البدني والرياضي مثل ما عمري عشرين سنة؟ أكيد مختلف عمري العشرين سنة أقدر أركض مئة متر أقطعها جوز بسبع طعش عشرين ثانية جوز أقدر أركض خمسة كيلو بدون جهد الآن هل أستطيع أن أركض خمسة كيلو بدون بنفس الإمكانية بعمري عشرين؟ أكيد لا المعامل مشروع اقتصادي صناعي له عمر افتراضي مثل الإنسان الإنسان من يعبر نادر ما ترقي إنسان عمره أكثر من مئة سنة قليلين صح؟ صح المصنع اللي أنشئ سنة السبعة وستين والواحد وسبعين والخمسة وسبعين المفروض الآن موجود لو مزال المفروض مزال لأسباب أولا المسلك التكنولوجي اللي يستخدم الآن تغير كليا بالعالم جيل الستينات والسبعينات المصانع كانت تعتمد على الأيدي العاملة الآن تعتمد على الأوتوميشن كلها فلي كومبيوترايزد وكمبيوتر وعاملين قليلين جدا يديرون هاي السيطرة النوعية أفضل نوعية المنتج لمعمل منشئ بالألفين وعشرة هي اختلف عن نوعية المنتج لمعمل بالأب سعمية وسبعين هل تعلم سيد الكريم أحدث مصنع حقيقي في العراق متى أنشئ؟ 1985 وضع حجر الأساس لمصنع الأسبدة الشمالية في البيج وفتتح بالتسعين حقبة التسعينيات في الحصار هي توجد بعض المصانع ولكن ليس بالمعنى الحقيقي على مبدأ الحاجة أم والاختراع مصانع هيئة التصنيع العسكري كانت تسوي مصانع استجابة لظروف كان مربيها البلد فيها فلا ترقى أغلبها أن تسمى مصانع فالقدم يعني العمر من يتجاوز 40 سنة صعب والآن قريبا سيكون الافتتاح لمصنع الأسمدة في الأسمدة الجنوبية مصنع اليوريا الخط الأول في بغداد؟ لا لا في البصرة في البصرة هذا سنة الـ 79 الـ 78-79 أنشئ أعدنا مع شراكة مع القطاع الخاص ولكن كلفة الإعادة كانت عالية جدا لأن حتى القطاع الغيار اللي يبحث عنها مرات ما يذقها يروح يصنعها هندسة عكسية حتى يجدها